علق السحف سامي العكريم على الاحداث الرياضية المتسارعة التي شاهدتها كرة القدم التونسية في 24 ساعة للاخيرة بداية من قرار التاس والقاضي بيرجعه للشابة الى الرابط المحترف الاولى ووصولا الى قرار الجامعة التونسية لكرة القدم بتاجيل موعد انتلاق مباريات الجولة الاولى من البطولة واعتبر العكريم في تصريح لجوارافام ان قرار تاجيل انتلاق البطولة تم اتخاذه من قبل الدولة التونسية وهو ليس قرار الجامعة التونسية مشيرا أن اليوم الثلاثين من سبتمبر الفاني واثنان وعشرون هو تاريخ نهاية منظومة وديع الجري بالجامعة لكرة القدم وأكد أيضا أن أو قد تمنى أن يكون هذا القرار نابع من قبل أندية الرابط المحترف الأولى ومن جهة أخرى أكدت منظمة أنها يقذ بتصعيد آخر وفي بلاغ لها البارحة الجمعة أنها رسلت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش من أجل وضع حد لنشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وجاء في نص البلاغ كما هو مقدم في يوم البارحة أن يقذ مراسلة رسمية لوزيرة الشباب والرياضة مطالبة من خلالها تطبيق الفصل الواحد والعشرون من القلون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 ومؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية ووضع حد لنشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري لتعدد القضايا المنشورة في حقها أمام المحاكم والتي تنوعت بين أهدار للمامل العام وتضارب للمصالح وشبهات فساد بالإضافة إلى تمييزه وانحيازه لجمعيات ونواد رياضية على حساب الأخرى وهو ما يتنافى والمبادئ الدستورية والأخلاقيات الرياضية والمنصوص علي بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويتعرض مع أهداف الجامعة التونسية لكرة القدم ومبادئها هذا إلى جانب اعتبار وجود وديع الجري على رأس الجامعة بمثابة الخطر الدهم المهدد للسلم الاجتماعي والأمن الوطني وهو ما أقرته الجامعة نفسها من خلال البلاغ الذي نشرته والذي قررت بمقتضاه تاجيل انطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق متعللة باستحالة تامين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابط المحترفة ورغم البلاغ المرور الذي نشرته البارحة وزارة الداخلية والذي واكد استعداد هذه الأخيرة لتامين المباريات وهو ما يتعرض مع منطق ومبادئ التسير التحكيمي لمرفق العام للرياضة وما يشكل فضيحة لدى المجتمع الدول الرياضي والمتابعين لكرة القدم في تونس وخارجها وما من شاني كذلك المس من حقوق الجماهير والأندية ومن سورة تونس خاصة وأننا على أبواب كاس العالم كما أن سوء إدارة الجامعة لكرة القدم سهم بشكل كبير في تدهور ثقة الجمهور في المنظومة الكروية والأطراف المتدخلة فيها وبارتفاع منسوب العنف في الملعب وبالإضافة إلى توتر شبهات التلعب بنتائج المباريات والتي ارتفع نسقها خلال فترة إشراف الجري على الجامعة وهو ما سهم مرة أخرى في ضرب مصداقية وصمعة الكرة التونسية كل هذه الأسباب تجعل وزير الشباب والرياضة يتحمل مسؤولية التواصل المهازل في صورة عدم وضع حد للأشاط وديع الجري في الختام نذكر أحبابي بأنه كان من المفروض تسلم رمز البطولة للموسم الماضي للترجي بالتوازي مع مقابلة اليوم التي كانت مبرمجة والجولة في كلاسيكو الناديس فاقسي والذي تم تاجيله بمرور الوقت مع غياب الثناء يسين مرياح قلب الدفاع ومحمد علي بن رمضان نجم الفريق حيث تعرض مرياح إلى إصابة في فترة التحذيرات بينما خضع بن رمضان لتدخل جراحي ناجح هذا سوف يمكن ثناء من استغلال الوقت للتعافي وأن ننطلق من معلول التركيز أكثر عن بلامح التشكيل الأساسية ولما لا تنظيم لقاءة ودية أخرى